الشيطان شاطر قدر بحيله ومكره ان يضحك على ربة منزل متجوزة وعندها أولاد ويوقحة ضرام راجل تاني غير جوزها وفدل يجرجرها لحد ما وقحة براسن الرزيلة ومن الرزيلة الى أبشع جريم عرفتها البشرية وهي القتل إمعن ربة منزل عندها 29 سنة اتجوزت راجل أكبر منها ب12 سنة جواستقليدي وعاشوا مع بعض يوم حلو ويوم مر ولكن في الفترة الأخيرة المر بقى زيادة حدبتين الست ما بقتش طيقة جوزها وحسة ان عمرها ضاع منها وهو لا حول لي ولا قوة ما بقاش عارف يسيطر عليها والشك بقى مالي قلبه من ناحيتها وفي ظل الجو المشحوم من الزوجين بدأت الخلافات تزيد والمشاكل تكبر وفي الوقت دوت اتعرفت إيمان على شاب من نفس عمرها وبدأوا يتكلموا وتشكيلوا همها وبدأت علاقتهم تتطور واحدة واحدة لحد ما دخلوا في علاقة عاطفية وبعدها علاقة غير شرعية وبدأت خروجتها من البيت تزيد ومعاها يزيد شك وغيرت جوزها صابر جوز إيمان ما بقاش طايق حياته فقرر انه يخلص من مراته ويطلقها يمكن يرتاح لما تخرج من حياته ويرجع لمراته التانية ولكن إيمان عرفت بنية جوزها فقررت تتغذى به قبل ما يتعشى بيها في ساعة أنسة قدتها إيمان مع عشيقها حطت خطة التخلص من جوزها واتفقت مع عشيقها على قتله عشان يخللهم الجو وياخدوا الشقة بتاعته يعيشوا فيها بدل ما تطلع من المولة بلا حمص وبالفعل اتفق العشيق مع صديقه إنه يساعدوا في التخلص من جوز إيمان ويوم تنفيذ الجريمة سهلت إيمان لعشيقها وصديقه دخول الشقة وانهالوا على جوزها بالضرب والطعن لحد مفارق الحياة بعد أيام وليلة اكتشفت أسرة الضحية اختفاءه وبلغت الأمن اللي قدر خلال فترة إليلة يحل لغز الجريمة ويقبض على مرات المجن عليه وعشيقها وصديقه عشان تقرر النيابة العامة حبسهم هوس التنقيب عن الأصار يقود الناس للجنون في محافظة سهاج خطف عامل ومراته بنت خوه عشان يقدموها قربان للجن ويفتحوا مقبرة أسرية طفلة عمرها عشر سنين بتعاني من إعاقة زهنية وحرقية اختفت بشكل مفاجئ من قدام بيتها في محافظة سهاج وبعد ساعات أمها بدأت تدور عليها في كل مكان لحد ما فقدت الأمل بعدها حررت بلاخ في اسم الشرطة باختفاء الطفلة وبدأت رحلة البحث عن شايماء السيناريو الوحيد اللي كان ما تروح قدام أجهزة الأمن هو أن الطفلة تعرضت للخطف ده لأن الطفلة ما بتقدرش تتحرق أصلا لوحدها وبعد إجراء التحريات وصلت أجهزة الأمن المعلومة أن عم الطفلة بيعمل عمليات حفر للتنقيب عن الأصار وبدأت الخيوط تتربط ببعضها وكانت المفاجأة أن عم الطفلة اللي كان بيقوم بعمليات تنقيب عن الأصار أقنعوا أحد الدجالين أنه مش هيقدر يكمل حفر ويوصل للمكان ويدخل المجبرة إلا بزبح طفل وتنفيذا لتعليمات الدجال قام العم بمساعدة مراته بخطف الطفلة بعد ما استغل أنها قعدة لوحدها في البيت وبعد ما الأم بلغت الشرطة قرر العم ومراته أنه هم يخلصوا من الطفلة عشان ما يتفتحوش فخنقوا الطفلة بإشرب وحفروا حفرة كبيرة داخل البيت ودفنوا الطفلة بلبسها وعشان يخفي مكان الحفر حتى كمية من الشوال والملابس الأديمة فوق مكان الحفر علشان يخفي جريمته حرامية؟ ديحكوا على نصابين ده اللي حصل في مركز غير ملخص لعلاج الإدمان بمدينة 6 أكتوبر ثلاث عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة علشان يسرقوا مركز غير ملخص لعلاج الإدمان الثلاث منتهمين راحوا المركز وادعوا أنهم رجال شرطة وجايين يفتشوا المركز عشان يتأكدوا من صحة ترخيصه والتزاموا بشروط السلامة والأمان وإن ما فيوش مخالفات في الوقت اللي داهم فيه الحرامية اللي انتحلوا صفة ضباط المركز حاول المسؤولين عن المركز أنهم يهربوا بسبب خفهم من المسؤولية القانونية لأنهم عارفين أنهم ماشيين غلط وبيعالجوا مرضاهم بطريقة مش صحيحة واحد منهم وهو بيهرب نتو من الدور التالت وقع على دماغه وفارق الحياة في الوقت داوت كان الحرامية سرقوا تلفونات وفلوس النزلاء والعاملين وهربوا وبعد دقايق أجهزة الأمن تلقت بلاغ بالجريمة ولما وصلت للمكان اللي فيه المركز بدأت تعمل تحرياتها حوالين الوقعة ويادرت تحدد هوية المتهمين اللي انتحلوا صفة الضباط وبعد القبض عليهم والتحقيق معاهم صدر قرار بحبسهم والنيابة أصدرت قرار بغلق المركز وتشكيل لجنة من وزارة الصحة لمعاينته وكتاب التقرير عنه دي كانت أهم وأبرز الجرائم اللي وقعت أحداثها خلال الأسبوع اللي فات